برج الاسد في حب كتير شايفة حواليك من كذا شخص في محيطك بس وكأنك مش ملتفت اليوم خالد لكن احتمال الشخص اللي في بالك يعترف لك بحبه خلال الفترة دي انا شايفة بعضكم في وضع حب صامت ممكن يكون في اعتراف او تنميح كلال الشهر ده اه كمان انا شايفة ان الحب ده في شوية عوائق آآ في حاجات تمنع تمنع انه يحصل ارتباط آآ في شوية عوائق على قلق على خوف من رد فعلك يعني الطرف التاني ده احساسه احساسه ان في عقب كبير موجود في العلاقة هو كمان عنده قلق وخوف آآ من الاعتراف بالحب ده خايف من رد فعلك انت كل ده احتسل طرف التاني زي ما قلت الطاقات الموجودة في القراءة شايفة طاقة المائية نارية هوائية آآ طبعا الطاقة زي ما قلت قبل كده هي غير البرج آآ الطاقة يعني ممكن حد يكون مائي بس طاقته نارية في الفترة دي آآ برج الاسد كمان في الفترة دي احذر من الخبساء الحاقضين في محيطك وفي العمل وفي بيتك آآ خلي بالك من اي مكتسبات او انجازات حققتها آآ عايز اقولك ما تتعاملش بتزاجة ولا بحسن نية مع ناس انت عارف انهم مش بيحبو لك خير آآ مش بحسن نية ان انت تستيق الظاني بالنس لا لكن آآ زي ما قلت او في وصفات الاول ان هي ممكن تتعامل بشوية سازاجة او انك آآ انك المشاكل اللي عندك كمان ممكن انت خليك ما تبصش ما تبصش حواليك كويس او ما تشوفش مين بيحب مين بيكره كويس آآ قلتلك قبل كده انك محض هيرة ومحض حسد آآ بسبب آآ نعم ربانية ربنا وهبهلك يعني انت ملكش ايد فيها حاول تصفي ذهنك آآ تبعد عن اي افكار سلبية علشان آآ لو حبست نفسك فافكارك دي مش هتقدر تاخد بيلك من حاجات بتحصل حواليك آآ حاجات بتحصل حواليك ممكن تضرك آآ نرجع للناحية العاطفية نعرف الاول طاقطك العاطفية انا شايفة عندك حماس في البداية جديدة آآ لكن شايفة حينة ممكن انت مع حد وبتفكر في حد تاني بسبب بعض الطرف اللي انت معيه او تجهله المشاعرك آآ انا شايفة تفكير في الشخص ده من ناحيتك اولا هي في الغالب هتكون علاقة زواج او علاقة قوية استمرت لاتنين آآ هو بيشوف فيك صفاتك يا برج الاسد يعني هو شايف فيك كل صفاتك بيشوفك قوي بيشوفك قائد بيشوفك عندك كارزمة عالية كمان بيشوفك آآ ناجح في حياتك او بتعرف ازاي تنجح في اي في اي حاجة انت عايز تعملها آآ اللي مش بيعجبه فيك ثواني آآ انا بقول لك هو فعلا بيخفني انك مش بيعجبه فيك هو انك ممكن تنهي العلاقة في اي وقت برغم الحب الكبير اللي بيشوفه منك لكن مش بيتطمن لك انت عند يعني انت عند اي خطأ آآ ممكن تهد المعبد على اللي فيه هو بيشوفك عامل كده آآ كمان هو بيشوفك نزاجك متقلب يعني آآ ودي فعلا انطقتك يا برج الاسد طيب نشوف ايه اخبار العلاقة انا شايفة العلاقة فيها زعل كبير في علاقات عند بعضكم طبعا شايفة في علاقات فيها زعل كبير ومشاكل كتير عند البعض انتصال آآ شايفة في احساس بالندم آآ آآ يعني صراحة انا شايفة احساس الزعل كتير قوي كأن اللي حصل مكانش سهل او فضل يتراقم او تتراقم احداث كتير مرت بالعلاقة دي آآ لحد ما بقى الموضوع كبير كبير في قلبكو انتو الاثنين انا شايفة ان انت اللي مجروح هو كمان زعلين بس اعتقد ان هو اللي زعلك آآ بسبب اني شايفة السيوف في قلبك انت مش هو آآ للبعض احتمال وجود طرف تالت بس ممكن الطرف التالت ده زي ما شفت في الاول ممكن الطرف التالت ده عندك انت يا برج الاسد لان في بداية القراءة زي ما قلتلك انا شايفة ان انت ان محتار بين شخصين بس هنا في الكارت ده بيقولك ان الامور هتتحسن وان ان شاء الله الحزن اللي انت حاسس به دلوقتي هيروح مع الوقت آآ الطرف التاني هو حاسس ان هو مهزوم مهزوم وتعبان قوي آآ ده بنسبة المنفصلين آآ طب ساويني نشوف هو يامل ايه انا شايفة هنا اللي زهار لي هو شخص مخادع عند البعض طبعا يعني كل حد عارف القصة بتاعته ايه انا شايفة هنا ان انت تعاملت مع شخص مخادع هو خدعك اكتر آآ من مرة وبعدها هو بعد يعني بعد ما خدع اكتر من مرة بعد آآ وتقريبا بعده ده لانه حاسس ان شكله بقى وحش قوي يعني ما عندوش حلول ولا ولا عندو حاجة يقدمها لك انت نوعا ما شايفك يا برج الاساس اتعودت على الوضع ده او تعودت غيابه يعني انا شايفة القلم اللي كان في البداية اتدى اتدى يقل بعضكم آآ شايفك وجهت تفكيرك لحاجات تانية آآ يعني شايفك ابتديت حاجات تانية ابتديت تحقق منها انجازات ابتديت تحقق منها نجاحات آآ بعضكم ممكن وجه طاقته افكاره البزنس ممكن بزنس قدرت تنجح فيه آآ لكن من وقت للتاني لما بتفتكر بتزعب انا شايفة لبعضكم الحبيب عايز يرجع بس انا شايفة هنا عندو طاف تخوف عالي جدا هو خير ولو مش متجاوزين هو عايز اتجاوزك آآ هو في جماغه مستعد يعمل اي حاجة عشان عشان تقبله آآ انا شايفة عند البعض هو غدر بيك وهو اتغدر بيه آآ هو كل تفكيره في الطريقة يعني في الطريقة اللي هو يرجع لك بيها يتكلم ازاي يجبها ازاي يقول ايه آآ هو واسط انت مش هتصدقه تاني ممكن يكون خداع حصل اكتر من مرة هو واسط ان انت مش هتصدقه تاني بس هو بيحاول يلفت نظرك الفترة دي آآ يلفت نظرك ليه بطرق تانية آآ لان شايفة بيحاول يبايل لك انه كويس آآ انه بقى ملتزم آآ مثلا آآ آآ لو ما كانش بيشتغل يبين لك ان هو بقى بيشتغل آآ لو ما كانش ناجح يبين لك ان هو بقى ناجح آآ بس الطرق غير مباشرة ممكن عن طريق السوشيال ميديا آآ او عن طريق ان حد يوصل لك اخباره المهم هي طريقة مش مباشرة بس انا شايفة كتير منكم آآ باصس لقدام شايفة يرجع للماضي تاني بالعكس انت عايز تنهي يعني عايز تنتهي من الماضي خالص آآ انت من الواضح عندك آآ عندك منه مشاكل نفسية في مشاكل نفسية قوية حصلت عندك يا برج الاسد انت عايز تستشفي منها وكأنك بتعيش آآ سعادة مزيفة يعني بتضحك بس مش من قلبك بتفرح بس مش من قلبك آآ 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 عايز في سعادة مزيفة يعني عشان تطلع من الحالة النفسية السيئة اللي انت فيها آآ سويني مفتح هنا نشوف اللي فيه ما بعد ايه آآ برج الاسد اتفاق الخير آآ يعني ما شاء الله اتفاق الخير انت عندك آآ عندك فرحة حقيقية مش مزيفة بقى عندك فرحة حقيقية جاية آآ كمان انا شايفة ناحية العملية آآ فيه تقدم وتميز ونجاح آآ شايفة انك آآ بتستعيد نفسك تاني آآ لكن الناحية العاطفية انا شايفها منقسم عن اتنين زي ما قلت الناحية العملية انا شايفة فيها نجاح وتقدم وتميز كبير جدا ان شاء الله في الفترة اللي جاية العاطفية زي ما قلت منقسم عن اتنين بعضكم في امسطال والبعض في علاقة ثلاثية او محتار بين شخصين وهنتكلم عن الحالة العاطفية البرج الاسد بالتفصيل في الفيديو منفصل ان شاء الله آآ كمان شايفة بعضكم بيفكر في سفر آآ انا كمان هعمل لك الناحية الصحية الناحية الصحية البرج الاسد بعضكم عنده مشكلة في الرقبة من الخلف من الناحية اليمين عضلة الرقبة ده عند البعض سبع منكم عضلة الرقبة بتقلمك جدا ممكن ما اتعرفش اتنين منها كمان بعضكم عنده مشكلة آآ مش بتدرك الكافة تستدري نفسه بتحسوا ان العضم بتاع ونفسه هو اللي بيقلمكو بس انا شايفها مشكلة بسيطة يعني ممكن بسبب بسبب تكييف بسبب جوت سبب حاجة دي هي مشكلة بسيطة لكن ممكن البعض لو عايز يستشير طبيب يستشير طبيب عشان يتطمن على نفسه اكتر آآ هتحب ستة كارت آآ طاقة عامة ليك يا برج الاسد ودي هدية مني ليكو لكل برج يعني هشوكو هدية ليه مني ليكو في القناة في القراءة بتاعة الشهر ده آآ وهعملها مع كل الابراد بازن الله آآ برج الاسد بازن الله ان شاء الله بعد مرور شهر عندك نصر وعندك استقرار آآ بس نقول يا رب ونضف الطاقة حوالينا ونبعد عن الافكار التربية هيحصل عندك بعد الشهر ده ان شاء الله بازن الله تغيرات ايجابية في نواحي كتير في حياتك آآ والموضوع هيعلى بالتدريج يعني بالتدريج هيعلى للافضل والافضل والافضل ان شاء الله آآ عايز اذكركم بالصدقة الصدقة يا برج الاسد لا اي حاجة عايزها بتن في حياتك تصدق ودي عن تجربة شخصية آآ في الفترة اللي جاية آآ برج الاسد انت هتكون سيد قرارك هيكون عندك قدرة انك آآ انت اللي تتوجه الاوامر والكل هيكون بيسمع آآ من الواضح عندي هنا آآ ان مرة عليك وقت كنت في ضعيف كنت في ضعيف وبتحس بالقلق والخوف وده خلى ناس تتدخل في حياتك او يكون ليها كلمة في قرارات مصرية تخص في حياتك الفترة اللي جاية مش هيحصل ده تاني انا شايفة ان انت اللي هتحدد كل حاجة تخص في حياتك انت اللي هتاخد كل قرارات تخص كل قرارات مصرية تخصك في حياتك آآ بعضكم كمان آآ شايفات انتظار مولود جديد او احتمال حدوث حمل باذن الله آآ كمان دخولك على مرحلة جديدة تماما في حياتك آآ كمان برج الاسد آآ من دلوقتي والاخر السنة احتمال عندك دخول شخص جديد في حياتك ممكن يكون صديق ممكن يكون حبيب الشخص ده هيساعدك انك تتخط حاجات كتير سيئة حصلت لك في حياتك وممكن تكون كنت تعرفه قبل كده وبعد يعني بعيدت عن بعض وهتشوفه بعض دين آآ آآ كمان ممكن اقولك انك عندك اتصال عندك اتصال سريع او خبر سعيد آآ انت مش متوقع باذني النيه باذني النيه آآ آآ بالتوفيق ان شاء الله واستنوني في في الكراءة العاطفية الموليد برج الاسد في الفترة اللي جاية وما تنسوش الاشتراك في القناة شكرا للمتابعة برج الاسد اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة